اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في مقابلة خاصة مع المولوي محمد يعقوب وزير الدفاع في حكومة طالبان والابن لمؤسس الحركة الملعمر اهلا وسهلا بك شكرا على الاستضافة نرحب بك على شاشة العربية ونشكر لك اعطائنا هذه الفرصة لهذه المقابلة في البداية نريد التحدث عن حياتك الشخصية خلال العقدين الماضيين في ظل ملاحقة الولايات المتحدة لوالدكم الملعمر هل عشتم شبابكم في افغانستان تحديدا الى جانب والدكم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد وهو نصلي على رسوله الكريم خلال العقدين الفائتين في زمن الاحتلال حيث لم يسمح لنا الوضع الامني ان نعيش بكل حرية في افغانستان وكنا نقضي حياتنا متخفين وعندما كان والدي على قيد الحياة لم نكن نعيش معه وإلى جانبه وكنا مبتعدين عن بعضنا البعض لأن والدي الملا محمد عمر كان يعيش في منطقة كان من المستحيل ذهاب العائلة اليه لذلك كنا نعيش بعيدين عنه سيد محمد يعقوب الان الوضع اختلف كثيرا عن العقدين الماضيين أنت أعتقد بأنك شاب وتبلغ الثلاثين من العمر إلى أين تذهب بلادكم الآن مع هذه التطورات التي حدثت بها خلال العامين الماضيين وماذا تختلف عن السابق لقد استتبى الأمن في أفغانستان مئة في المئة والاقتصاد يزدهر يوما بعد يوم والشيء الأساسي في كل المجالات هو الأمن فإذا تم تأمين الأمن يمكن للاتقصاد وباقي المجالات أن تزدهر وكلنا أمل أنه سيكون لأفغانستان مستقبلا مشرقا ونحن كذلك على أمل كبير بأن أفغانستان ستنهض قريبا ونرى مستقبلا مشرقا بأعيوننا لأفغانستان سيد محمد عقوب أنتم على مشارف العام الثاني للحكم وسيطرة على البلاد كيف تصفون إدارتكم للحكم في البلاد؟ بحسب رأيه فإننا نقوم بإدارة الدولة والنظام بصورة جيدة لقد تمكننا في وقت قصير جدا من إنجاز تقدم كبير ونظرا إلى قلة الإمكانات وكوننا جديدون في الحكومة إذ ثم التقييم سترون لحكومتنا إنجازات في مجالات هدة سيد محمد عقوب منذ سيطرتكم على البلاد في أغسطس 2021 وحتى هذه اللحظة لم تعترب بكم أي دولة ما الذي يمنع حصولكم على الأتراف الدولي؟ في الأساس عندما تقوم حكومة في أي دولة فإن السلطة تؤمن الدولة وتقدم الخدمات للشعب وجميع الشروط التي يجب توفرها في الحكومة أكملناها ولا توجد أي شروط لم ننفذها حتى لا يعترف العالم والدول بنا وبحسب رأيه فإن غالبية الدول لا تعترف بالإمارة الإسلامية بسبب الضغوط الأمريكية والأمريكيون قاتلوا هنا لعشرين سنة وانهزموا هنا وربما يستغرقوا هذا وقتا حتى يتهيأ للإعتراف بنا ونحن نطالب كل الدول التي ليست خاضعة للضغوط الأمريكية ويمكنهم الاعتراف بنا أن يعترفوا بحكومة أفغانستان وهذا في مصلحة كل الدول ولو كانت لدى هذه الدول أي إشكاليات أو أسئلة نحن جاهزون أن نتباحث معهم حولها ونحلها ونصل إلى نتيجة إيجابية ونطالب جميع الدول وخصوصا الدول الإسلامية القوية أن يعترفوا بحكومتنا لكن هناك تقارير عدة من الأمم المتحدة وبعض الدول تشير إلى أن أفغانستان لازالت توفر ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية هل هذا هو السبب عدم حصولكم على الأطراف الدولي؟ هذا الإدعاء لا حقيقة ولا أساس له من الصحة ولا توجد أي أدلة على ذلك سياستنا هو أننا لن نسمح لأي أحد في أفغانستان أن يمثل تهديدا لأمن بقية الدول أو يضر بأمنهم وهذا ما أريناه العالم وهذا ما وعدنا به في اتفاقية الدوحة ونقوله الآن أيضا ومن يدعي وجود جماعات مسلحة تهدد أمن بقية الدول فليقدم دليلا على وجودها وهذا الكلام غير صحيح بمجمله لا واقعي لهذا الكلام سيد محمد عقوب أيضا التقرير للأمم الأخير أشار إلى عدة نقاط ولكن من أبرز هذه النقاط بالإضافة إلى ما ذكرت أن عناصر تنظيم القاعدة يعملون في داخل حكومة طالبان كمستشارين في قطاعات الأمنية وذكر أيضا بأنهم يتقضون رواتب أو مكافآت شهرية لهم حتى أن حكومتكم وفرت معسكرات أو ساهمت في عدة بناء المعسكرات داخل أفغانستان وخصوصا في جنوبها وشرقها إلى أي مدى ترون هذا صحيحا خصوصا وأنكم وزير الدفاع هذا الكلام خطأ بكل ما تحمله الكلمة من معنى ونرده بأشد العبارات ولا يوجد أي مثال على هذا ولا دليل لهم على هذا الإدعاء هذا الكلام مجرد إدعاء فحسب ويرى من هذا الإدعاء أنهم لا يريدون أن يدرقوا حقائق أفغانستان ولا معرفة لهم حول الحقائق الأرضية في أفغانستان ولا معلومات لديهم ويطلقون المعلومات من شخصيات لا تريد أن تصبح أفغانستان آمنة وتتطور فلو قدم أحدا مثالا واحدا لهذا الإدعاء في أنحاء أفغانستان فإننا جاهزون بأن نلقي القبض عليه ولكن لا يوجد أي فرد من هذه الجماعات ضميناه إلى حكومتنا أو منحناه مكانا في معسكراتنا أو ساعدناه هذا إدعاء خاطئ مع الأسف ويتم تقرار هذا الإدعاء كل مرة ولكن بدون أي دليل يذكر ما تعليقكم على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الضواهري في الحيث بلماسي بكابل؟ إذا قلنا إن تم استهداف أسامة بن لادن هل ذلك يدل أن حكومة ذلك البلد كانت واقفة خلفه وأخفوه في بلدهم؟ مثل هذه الحوادث تحدث في مختلف الدول وأنا على يقين وعلم أنه لم يكن لقادة الإمارة الإسلامية أو لحكومتنا أو لأي إدارة حكومية أي دخل في هذه الحادثة ولم تكن لدينا معلومات عنه ولكن مثل هذه الحوادث تحدث في كثير من البلدان ولكنه لا يدل على وجود التعاون بيننا أو أننا على تواصل مع تنظيم القاعدة سيد محمد عقوب قبل أيام صرح الرئيس الأمريكي جوزيب بايدن بأن القاعدة غير متواجدة في أفغانستان وهذا يتوافق مع رواية طالبان وقال بأنكم تتعاونون مع الولايات المتحدة في قتال القاعدة هل فعلا بدأتم حربا ضد تنظيم القاعدة؟ ومقتل أي من الظواهر أكسبكم مصداقية لدى الولايات المتحدة بقيامكم بالكشف عن مكانه؟ لا وجود لتنظيم القاعدة في أفغانستان ولا يمكن القتال ضد تنظيم الذي لا يكون موجودا ولا يسيطر على شبر من الأراضي الأفغانية ولا يكون له أي هدف على الأراضي الأفغانية وما قاله بايدن بحسب رأيه اعتراف بالواقع والحقائق على الأرض ولكنه لا يعني وجود أي تعاون معهم ولا نحتاج أي نوع من التعاون من أحد ولو أردنا قتال أحد ما أو التفاوض فلا حاجة لنا لأي جهة ونحن نرى بأننا نملك هذه القدرة بأنفسنا ولا وجود لتنظيم القاعدة في أفغانستان ولذلك لا حاجة للقتال ولم نواجه أي أمر كهذا وأما ما يقولونه عن وجود تنظيم القاعدة في أفغانستان وأن الإمارة الإسلامية تتعاون مع الأمريكيين ضد القاعدة فهذا خطأ تماما لا وجود لتنظيم القاعدة في أفغانستان أصلا ولا توجد لدينا أي معلومات عن حادثة أمير تنظيم القاعدة ولا يوجد أي تعاون في هذا المجال أعود سيد محمد يعقوب إلى أغسطس 2021 عندما دخلتم إلى العاصمة كابل يرى البعض بأنك مهندس عملية الدخول إلى كابل وأن الأفراد الذين قد دخلوا أول من دخل إلى كابل كانوا يقاتلون تحت قيادتك كيف استطعتهم الدخول أو الوصول إلى كابل وهل كان هناك اتفاق سري بينكم وبين الولايات المتحدة لتحصلون على البلاد مقابل ضمانات واتفاقات سرية منها ربما محاربة تنظيم القاعدة وغيرها لقد قتلنا الأمريكيين لعشرين عاما وهم حضروا إلى طاولة المفاوضات نتيجة الحرب ولا توجد أي اتفاقية أو أي مقطة فيها حول مستقبل أفغانستان كان الاتفاق مع الأمريكيين حول أمرين فقط خروج كامل القوات المحتلة من أفغانستان وعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضدهم ولا وجود لأي اتفاق حول أي خطة أو تسليم أفغانستان لنا وهذا الشيء لا يعقل الحكومة التي كانت تحت السلطة الأمريكية لم تكن لديهم معنويات القتال ولم تكن لهم أي أهداف معينة ونحن قلنا ذلك قبل عشر سنوات أن الحكومة العميلة ستسقط خلال أسبوع أو أسبوعين إذا لم تحصل على المساعدات الأمريكية وهذا ما حدث عندما بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من أفغانستان ونتيجة لاتفاقية الدوحة نحن بدأنا بالتقدم في مثل هذه الظروف لم يكن أي اتفاقية حول تسليم العاصمة إلينا ونحن كذلك حاولنا أن ندخل كابل سلميا بلا حرب حتى لا تنهدم المدن الكبيرة وبالأخص كابل ولم يكن أي توافق مع الأمريكيين وعندما قامت الولايات المتحدة بإجلاء جميع قواتها من المدن لم تكن لدى قوات الحكومة السابقة معنويات للقتال سقطت الحكومة بنفسها وفر أشرف غني من أفغانستان فكيف تبقى المعنويات في القتال لدى الجيش عندما يفر القائد شاهدتم ما حدث في عملية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان هل ترونها كانت فوضى تتحملها الولايات المتحدة أم أنها مسؤولية مشتركة عليكم جميعا لسيما أنكم كنتم دخلتم كابل وسيطرتم كل المسؤولية تعود إلى الولايات المتحدة لم يكن لنا أي دخل في هذه الفوضى لأنهم هم الذين وفروا هذه الفرصة للذين عملوا معهم وكانوا يساعدونهم خلال السنوات العشرين الماضية قالوا لهم سوف نقوم بإجلائكم لأن الطالبان ستقتلكم عندما تقول لأحد بأنك ستقتل هنا ولكنك ستنجو من الموت بعد الإجلاء فإنه من الطبيعي أنه سيبحث عن طرق النجاة وكانوا يرون نجاتهم في هذه الفوضى الأمريكية فكل المسؤولية تقع على كاهل الأمريكيين سيد محمد يعقوب كانت التقارير تشير إلى اتفاق محتمل قبل دخولكم إلى كابل وهذا الاتفاق مع الحكومة السابقة ولكن دخولكم إلى كابل وهروب الرئيس أشرف غني كان سببا في سقوط الحكومة لم يكن هناك اتفاق يلزم وصولنا إلى اتفاق مع الحكومة الموجودة في كابل وكانت مفاوضاتنا ترتكز على بعدين وهما بعد خارجي وبعد داخلي وكانت سياستنا أن ننهي المفاوضات مع الجانب الأمريكي نبدأ مع الجانب الداخلي وعندما انتهينا من المفاوضات مع الجانب الأمريكي بدأنا المفاوضات مع الأطراف الأفغانية وبما أن الحكومة السابقة لم تكن تريد أن ننضي قدما في المفاوضات بصورة جيدة فكانت تعرقل عملية المفاوضات بحيلة نواهية وأخيرا انتهت مهلة انسحاب القوات الأمريكية وذلك تسبب في تأخرهم وتقدمنا نحن سيد محمد عقوب الرئيس أشرف غني اتهمكم بأنكم تريدون قتله وبما أن القوات التي دخلت وتحديدا القادة الذين دخلوا كابل كانوا تحت إمراتك المباشرة هل أمرت بقتل الرئيس أشرف غني أو اعتقاله؟ هذا ربما خطر بباله أو توهم لم تكن لنا أي نية في ذلك ولم نأمر أحدا بقتله وحاليا حامد كرزاي يعيش في كابل وهو بقي كرئيس لمدة أكثر منه في زمن الاحتلال الأمريكي وكان ضدنا وكذلك الدكتور عبدالله كان الرجل الثاني في الإدارة السابقة وكان ضدنا وهو موجود حاليا في كابل وكذلك المسؤولين الكبار في الحكومة السابقة متواجدون حاليا في كابل ومحافظات أفغانية أخرى وليس لأشرف غني أي ميزة كبيرة تختلف بالنسبة لحامد كرزاي لننتبه له ونقتله بما منك نفيت أمر القتل أو الاعتقال لرئيس أشرف غني ماذا سيحدث لو بقي الرئيس أشرف غني في كابل وهل تواصلتم مع فريقة؟ موقفنا بشكل عام واضحة يمكن لأي مواطن أفغاني أن يأتي إلى أفغانستان ويعيش هنا ولو كان ضدنا وقتل منا وجرحنا وتسبب لنا بالمشاكل فنحن عفونا عن الجميع ويمكن لأي أفغاني أن يأتي إلى أفغانستان ويعيش هنا ولن يتعرض لأي مخاطر أمنية اسمح لي سيد محمد يعقوب أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود فاصل قصير مشاهدنا الكرام ونعود مع هذه المقابلة مرحبا بكم مجددا في هذه المقابلة الخاصة مع سيد محمد يعقوب وزير الدفاع في حكومة الطالبان مرحبا بكم سيد محمد يعقوب مجددا سيد محمد يعقوب هناك مطالبات متكررة من المجتمع الدولي لحكومتكم كيف تستطيع حكومتكم التعامل مع المجتمع الدولي ومطالبه المتكررة هناك أمران الأول التعامل مع الآخرين والآخر التدخل في شؤون الآخرين وبينهما فرق شاسع لو أراد أحد التدخل في نظامنا ونوعية هيكلته وإدارته وقوانينه فنحن لن نسمح لأي أحد بذلك وهذا لا يمكن ولا تسمح به أي دولة وحكومة وهذا محال أن نسمح به وأما التعامل القائم على الاحترام المتبادل فنحن مستعدون للتعامل مع جميع الدول سواء بعيدة أو قريبة إسلامية أو غير إسلامية فنحن مستعدون للتعامل السياسي والاقتصادي وفي مجالات أخرى معهم وليست لدينا أي مشكلة في هذا الصدد سيد محمد عقوب أريد الحديث الآن عن الأوضاع في داخل الحركة نفسها هناك أحاديث وتقارير صحفية تشير بأن هناك خلافات بين قادة الحركة وزعيم الحركة هيبت الله أخون تزادة ومن ذلك سيطرته على كافة القرارات داخل الحركة وداخل الحكومة نفسها وحتى تعيين أشخاص مقربين منهم في عدة مناصب ومن ضمنها في وزارة الدفاع التي أنتم على رأس هذه الوزارة ما تعليقكم؟ منذ زمن قديم وسنوات تبث مثل هذه الشائعات والإدعاءات ضدنا مرت سنوات وسنوات وهذه الإشاعات تبث ضدنا وقد أثبت التاريخ بأننا بقينا متحدين طيلة فترة القتال وتم إثبات أخطاء الإدعاءات والشائعات التي كانت تنشر ضدنا ثم ادعوا بأن طالبان يتصارعون ويختلفون على المناصب إذا تولوا زمام السلطة ولم يحدث ذلك أيضا وثبت بأن جميع هذه الإدعاءات خالية من الصحة لذا أقول أن كل ادعاءات الأعداء لا حقيقة لها يوجد نظام إسلامي في أفغانستان ونحن نحترم ونقدر بكل معنى الكلمة أميرنا وبايعناه وجميعنا صغارا وكبارا يلبون جميع أوامره ونعيش في طاعته ولا يوجد في أفغانستان أحد سواء كان صغيرا أو كبيرا يعصي أوامر الأمير كلنا متحدون ونطيع الأمير بكل معاني الكلمة وستستمر هذه الطاعة وثنثبت أن الدعاءات الأعداء كاذبة كما ثبتت كذبتهم في السنوات الماضية ولكن سيد محمد عقوب أنتم خلال خطاب جماهيري قبل فترة حضرت من الطاع العمياء للأمير هل كنتم تقصدون زعيم الحركة؟ لا لم تكن الإشارة إلى الأمير بل كنا خطبنا صغارنا من هم تحت إمرتنا في هذا الموضوع وهذا أصل من أصول الشريعة أنه لا طاع لمخلوق في معصية الخالق بل كنا نريد تربية الصغار وتكلمت في هذا الموضوع لأجل إصلاح صغارنا ولم تكن الإشارة إلى أميرنا وأميرنا لم يأمرن بشيء فيه معصية الله سيد محمد عقوب أريد أن ننتقل الآن إلى علاقات طالبان وأفغانستان مع دول الجوار كيف ترون علاقتكم مع إيران؟ شاهدنا اشتباكات حدودية بين البلدين بينكم وبين إيران خلال الفترات المتقطعة الماضية إيران جرتنا وبيننا حدود طويلة ولا نريد أبدا أن يكون بيننا وبين إيران أو أي دولة أخرى مشاكل فلهذا إن كانت المشاكل اقتصادية أو حدودية أو أي مشاكل أخرى نحن نريد أن نحلها تحت أصل حسن الجوار ولا نريد أن يكون بيننا وبين أي دولة مشاكل وللأسف قد حدثت بعض الأحيان بيننا وبين إيران بعض المشاكل الحدودية وقد حلت في حينها ولا نريد المشاكل مع أي دولة مجاورة وحاليا روابطنا مع إيران عادية سيد محمد عقوب ريدنا نتحدث عن شائع عسكري وانتم وزير للدفاع تحدثتم غير مرة بأنكم تقفون مكتوفي الأيدي أمام احتلال الطائرات الأمريكية بدون طيار أولا ما الهدف من هذه الاستطراعات طائرات بدون طيار ومن أين تأتي هذه الطائرات لماذا لا يمكنكم أتراضها أو إسقاطها وحتى سيطرة على الأجواء الأفغانية مجيء طائرات بدون طيار في الأجواء الأفغانية أمريكا يظهر المخالفات الجلية من الجانب الأمريكي لاتفاقية الدوحة وهناك كانت مادة صريحة في اتفاقية الدوحة تنص على أنها لن تستخدم الأراضي الأفغانية ضد أي أحد كما أجبت على الجميع احترام استقلالية الأراضي الأفغانية وكما نصت على منع استخدام أراضي أي دولة ضد أفغانستان لهذا فإن أمريكا خلفت نصوص اتفاقية الدوحة ونحن عندما نتكلم عن احتلال الأجواء الأفغانية فإننا حاليا لا نملك العتاد لإسقاط هذه الطائرات وحتى لو وجدت ففي الأوضاع الراهنة نطلب من الجانب الأمريكي أن لا يكرر هذا العمل لأن هذا غزو واحتلال لأجواء أفغانستان ونحن ندينه وغير راضين عن هذا الفعل تماما ولا نريد أن يحدث مطلقا ونطالب بجدية أن يوقف الجانب الأمريكي هذه الانتهاكات للأجواء الأفغانية أما ادعاءاتهم أنهم يبحثون عن القاعدة أو آخرون هنا هذه الدعاءات لا أصول لها ولن يصلوا أبدا وراءها إلى أهدافهم وما دام أننا ملتزمون على العهد الذي قطعناه أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد أي أحد فما الحاجة لانتهاك المجال الجوي لأفغانستان سيد محمد بالحديث عن من أين تأتي هذه الطائرات اتهمتم باكستان بأنها هي التي تنطلق منها الطائرات من الأراضي الباكستانية ضد من تكون هذه العمليات وهل هي ضد عناصر تنظيم القاعدة والجماعات والحركات الإرهابية هذا كما قلنا من قبل للأسف أنها تأتي إلينا من باكستان ولدينا دلائل على ذلك أنهم يدخلون إلى أراضي أفغانستان والإدعاءات التي يدل بها الأمريكيون بأنهم يبحثون عن مثل هؤلاء الأشخاص هنا لا أساس له من أصلحة ولا داعي لإحضارهم الطائرات والتحقيق في هذا الارتباط وهذا هو ادعاءهم الذي نرفضه ولا نريد أن يتم هذا الإجراء في أي وقت كما طلبنا من باكستان ألا تفتح مجالها الجوي وأراضيها لمن ينتهي كأجواء أفغانستان أو يغزوها سيد محمد عقوب هل نستطيع القول بأن هذا من أسباب دعمكم لحركة طالبان باكستان؟ لسيما أنها قاتلت بجواركم ضد الحكومة السابقة في السنوات والعقد الماضية لم نؤيد طالبان الباكستانية ولم نقم بتمويلهم وأنا أقول إذا أنتم تدعون أنهم في أراضي أفغانية وأننا نمويلهم فمتى جاء هؤلاء إلى أفغانستان؟ وعندما لم تكن حكومتنا موجودة أين كان هؤلاء؟ عندما كانت الحكومة الباكستانية تحارب الإرهاب في وزيرستان هجر لاجئو وزيرستان إلى أفغانستان بأعداد كبيرة فإذا جاء قادة طالبان الباكستانية إلى أفغانستان في ذلك الوقت فالأمريكيون كانوا موجودون في أفغانستان وكانت هناك أيضاً الإدارة السابقة فلماذا لم يقولوا هذا في ذلك الوقت؟ وهل الأمريكيون أيضاً كانوا أنصارهم الذين أعطوهم مكاناً؟ وإذا جاءوا الآن فأين كانوا؟ وهل كانوا في باكستان؟ لقد كانوا في باكستان لفترة طويلة والباكستانيون لم يقولوا لهم شيئاً وهل الحكومة الباكستانية كانت تتغاضى عنهم؟ والآن جاءوا إلى هنا هذا كلام عار عن الصحة ولا أساس له يتكلمون بهذا ليثبت للعالم أننا لسنا ملتزمين وينقول إن إمارة أفغانستان الإسلامية غير ملتزمة بالوعود فالجهود تبذل من أجل ذلك فقط سيد محمد يعقوب أريد أن نتحدث الآن عن داعش وتعلم بأن داعش انحصر في مناطق كثيرة في العالم لسيما في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الباضية تقول الأمم المتحدة بأن داعش خرسان المتواجد في أفغانستان يشكل التهديد الأكبر على العالم انطلاقاً من أفغانستان كيف تصفون التنظيب وقدراته العسكرية؟ داعش فتنة للأمة الإسلامية وهي جماعة وحشية تكفيرية قاتلة مقاتلها منذ سنوات وتعرضت لضربات شديدة في أفغانستان أكثر من أي مكان آخر أما القول بأن تنظيم داعش قد ضعف في العالم لكنه نمى في أفغانستان فإني لا أؤيد هذا القول وأرده بل تم السيطرة على تنظيم داعش في أفغانستان أكثر من أي مكان آخر ووجهنا لهم ضربات شديدة وهو في حالة اختفاء ولا يوجد لهم شبر واحد في أفغانستان يمكنهم العيش فيه وإذا كان هناك مكان يختبئ فيه فرض من أفرادهم ويعمل في الخفاء فيمكنه أن يتواجد في العديد من البلدان أيضا وأنتم تسمعون الأخبار بأننا نجحنا في كبحهم ومنع نموهم هل يمثل داعش خرسان تهديداً لحكومتكم؟ وريد أن نشير هنا إلى إدعاءات لداعش والدول الغربية أن هناك اختراقات لداعش خرسان داخل حركة طالبان ومنها ما حصل من ما سهل لعمليات اغتيال خلال الفترة الماضية والعلي أذكر أبرز من تم اغتيالهم خلال الفترة الماضية حاكم بلغ ونائب حاكم بدخشان والشيخ رحيم الله حقاني لا يوجد داعشي في صفوفنا ولا يستطيع أحد أن يثبت أن أحدهم في صفوفنا ثم هاجم قائدنا أما قادتنا فهم يحاولون أن يكونوا بين الناس فيستمعون إليهم ويسمعون منهم لذلك يقتربون من الشعب ولا يحصنون أنفسهم بالعديد من الجبران لذلك في بعض الأحيان يحدث حادثة اغتيال أو استشهاد شخص ما وهذا لا يعني أنهم داعش بيننا ولو قادتنا نأوا بأنفسهم عن الناس مثل القادة السابقين فسوف لن تحدث أصغر حادثة هجومية أو اغتيال لكننا نهدف دائما أن نقدم الخدمات بأفضل طريقة لشعبنا حتى لو كان ذلك على حساب حياتنا سيد محمد يعقوب لم تتوقف الإدعاءات والحديث عند هذا الحد بل أشار تقرير الأمم المتحدة بأن تنظيم داعش استطاع اختراق صفوفكم والدخول حتى إلى منزلكم هل قبضتم على أحد عناصر التنظيم داخل منزلكم؟ لا لا يوجد إنها مجرد ادعاءات لا حقيقة لها لم نجد أحدا منهم تسلل إلى صفوفنا أريد أن نتحدث عن قيامكم خلال الفترة الماضية بتضييق الخناق وهذا ما تقولون على الأقل بأنكم تضييقون الخلاق على الجماعات المسلحة ألا تخشون بأن تضييق هذا الخناق على الجماعات المسلحة والشباب المنضمين لهذه الجماعات بأن يضطروا الإضمام إلى داعش؟ أولا لا توجد في أفغانستان منظمات بهذه القوى لدرجة أننا نخاف من مهاجمتهم حال تضييق الخناق عليهم وإذا أردنا السيطرة على أحد فلا نرى أي صعوبات أو مشاكل في ذلك لأن هذا بلدنا ونظامنا ونحن في كامل قوتنا ولا نخشى أحد في تنفيذ سياساتنا سيد محمد يعقوب يتهم بعض رجال الدين الأفغان بأنكم تدفعون الشباب إلى الانضمام إلى داعش من خلال عمليات الأتقال والتعذيب التي تحدث بحق هؤلاء الذين لا يتبعون المذهب الحنفي حدثني إلى أي مدى أنتم متسامحون مع كافة المذاهب المتواجدة في فالسطين هذا كلام لا أساس له من الصحة وليس له أي معنى فنحن لم نجبر أي فرد على تبني المذهب الحنفي أو لماذا لست من المذهب الحنفي نحن نعتقد أن في الإسلام أو في الشريعة أربعة مذاهب ونعتقد أنها حق ونحترمها المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والمالكي والشافعي نحترمها كلها ولم يحدث شيء مثل هذا ولا يوجد أحد في أفغانستان يدعي أنه أجبر على تبني المذهب الحنفي اسمح لنا سيد محمد يعقوب بأن نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود فاصل قصير مشاهدين الكرام ومن ثم نعود لاستكمال هذه المقابلة مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه المقابلة الخاصة مع السيد محمد يعقوب وزير الدفاع في حكومة طالبان مرحبا بك مجددا سيد محمد يعقوب وليس نتحدث سيد محمد يعقوب الآن عن أحاديث لصحف وأيضا وسائل إعلام أفغانية تتحدث عن عمليات قتل خارج إطار القضاء والمحاكم للمعارضين لحكومتكم نرغب بسبب تعليقكم على ذلك وتحديدا نريد أن نتحدث عن جنود الحكومة السابقة هذا ليس صحيحا إذا كان أحدا يدعي ذلك فليعطينا مثالا على ذلك فنحن لم نقتل أحدا من غير محاكمة أما إذا قتل أحد في المواجهة فهذه مسألة مختلفة أما إذا تم سجن شخص أو أسره ثم قتله فهذا لم يحصل في نظامنا وقد تم منح العفو لجميع أفراد النظام السابق ونحن ملتزمون بالعفو نحترمه بالكامل ولم يحدث أن أحدا تم سجنه أو قتله على مستوى النظام أو على مستوى الجهات الرسمية وإذا حدث أي عملية قتل في بعض المديريات أو القرى أو البوادي البعيدة في أفغانستان فقد مر أربع عقود من الحرب في أفغانستان هناك عدوات شخصية بين الناس يحتمل أن تكون هذه الحادثة قد حدثت بين شخصين نتيجة لعدواتهم الشخصية أما على مستوى الحكومة أو على مستوى النظام أو من قبل الموظفين الرسميين فنحن نرفض ذلك تماما ولا أحد يستطيع إعطاء مثال على ذلك إذن سيد محمد يعقوب كم يبلغ عدد العاملين في وزارة الدفاع من الجنود الحكومة السابقة ومن كانوا يعملون في السلك الأسكري في الحكومة السابقة إذا سقطت الحكومة السابقة أو النظام السابق فمن بقي منهم في وزارة الدفاع فنحن لم نطرد أحدا من الوزارة على أساس أنه من النظام السابق ومن بقي منهم هم على رأس عملهم حتى الآن أما من ذهبوا أو هربوا فلسنا مسؤولين عنهم لأنهم غادروا بأنفسهم والأشخاص الذين بقوا في وزارة الدفاع من النظام السابق يعملون معنا وهم بالألف أريد أن نتحدث الآن عن التهديدات الداخلية التي تواجهها طالبان وتحديدا عن الجماعات المسلحة كيف ترون تهديد الجبهات المسلحة الأفغانية المناهضة لحكومتكم خصوصا أن هذه الجبهات تقول بأنها تجريكم في جبهات القتال وأيضا تحدث عن أن أغلب المنظمين إلى صفوف هذه الجبهات من الجنود والقوميات التي تدعي أنها قد ظلمت من طالبان هذا الكلام لا أساس له نحن لا نميز أحدا ولم نعامل أحدا على أساس انتمائه القومي أو اللغوي وهذه هي الحقيقة وأنتم ترون الظروف التي نحن فيها الآن على أرض الواقع لكن أولئك الذين يدعون هذه الإدعاءات يفعلونها لتحقيق أهدافهم ومقاصدهم وفي السنوات الخمس والأربعين الماضية لم يكن هناك مثل هذه الحكومة القوية في أفغانستان كما هي الآن لن تجد شبرا من الأرض في أفغانستان خارجا عن سيطرة هذه الحكومة هذا الوضع غير مسبوق ولسنا قلقين بشأن أي جماعة مسلحة علاقتكم مع المجتمع الدولي وأيضا مع العالم بشكل عام ما هي التطميرات التي تقدمونها للمجتمع الدولي بأن حكومة طالبان ستعمل مع الجميع وتتبع المواثيق الدولية وأنها لن تشكل أي تهديد لأي دولة أخرى لقد قلنا مرارا وتكرارا أن أفغانستان لا تشكل تهديدا لأي أحد وإذا يدعي أي أحد أنها تشكل تهديدا فليعطينا مثالا واحدا أما التعامل مع الآخرين فنحن حاضرون للتعامل مع كافة الدول في إطار تأمين المنافع الأساسية لشعبنا وفي إطار الشريعة الإسلامية وحاضرون للتعامل في القطاع السياسي والاقتصادي مثلنا مثل البلدان الأخرى يمكننا التعامل مع أي دولة لا نرى أي مشكلة أو صعوبة في ذلك وإذا كان لدى أي بلد مشكلة معنا فليقل حتى نناقشها ونحلها قمتم شخصيا بزيارة لعدد من دول الخليج كيف تصفون علاقتكم مع دول الخليج؟ علاقاتنا مع جميع الدول وخاصة مع الدول الخليجية طيبة جدا ولا توجد أي مشاكل وخاصة المملكة العربية السعودية لأن المملكة دولة مهمة وقوية في العالم الإسلامي ونحن نحترمها ونطالب بتمتين العلاقات بيننا وبينهم مع قيادة المملكة العربية السعودية للعالم الإسلامي سيد محمد يعقوب كيف ترون دور السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي في القضايا الإسلامية؟ يمكن للقيادة السعودية أن تفعل الكثير ولها مكان مهم للغاية لذلك نأمل منها أن تلعب دورا أساسيا في شؤون أفغانستان كبناء العلاقات الجيدة مع أفغانستان وأن تلعب دورا أساسيا بالاعتراف بأفغانستان وفي العلاقات الاقتصادية دورهم مهم جدا ويمكنهم فعل الكثير أما منظمة التعاون الإسلامي فهي أيضا منظمة قوية للتعاون وتبادل وجهات النظر بين الدول الإسلامية ويمكنهم أن يفعلوا الكثير في شؤون أفغانستان ونأمل أن يلعب دورا إيجابيا وجيدا في تحسين الأوضاع في أفغانستان وفي التعامل الدولي مع أفغانستان وبناء العلاقات مع جميع الدول تحدث تطورات في المنطقة وعمليات سلام واسعة جدا وهنا ربما نتحدث عن أبرز ما حدث خلال أشهر الماضية وهي إعادة العلاقات السعودية الإيرانية برعاية صينية كيف من الممكن أن تؤثر هذه العمليات والتطورات في المنطقة على أفغانستان؟ نحن نرحب به ويسعدنا أن تحل هذه المشاكل والصعوبات فهذا تطور جيد ويمكن أن يكون له أثار جيدة على بلدنا لكن بالطبع إذا كانت العلاقة بين السعودية وإيران جيدة أو سيئة فنحن على أي حال نريد علاقات جيدة ووثيقة مع المملكة العربية السعودية هذه التطورات هل من الممكن في يوم ما نتحدث عن أنها ستصل إلى بلدكم وتحصل هناك عملية سلام شاملة بينكم وبين كافة الأطراف داخل أفغانستان؟ ليس لدينا في أفغانستان مجموعة أو أي أحد لعقد اتفاق معهم هناك أشخاص امتحنوا في أفغانستان وفشلوا لذلك لا نريدهم أن يعودوا وينضموا إلى الحكومة مرة أخرى هناك أناس أطقياء ومتعلمين في أفغانستان وهناك أناس مثقفون نعمل معهم لاستخدام هذه المواهب وإبراز دورهم في الحكومة أما الأشخاص الذين كانوا أصدقاء للاحتلال السابق وفشلوا في الانتحان أمام الشعب الأفغاني لا نريدهم أن ينضموا إلى الحكومة أو نظام بالطبع يمكنهم القدوم كمواطنين عاديين والعيش في أفغانستان هل أنتم مستعدون للتفاوض مع السياسيين الأفغان؟ وإنشاء حكومة أفغانية شاملة لدينا لجنة مهمة لعودة الشخصيات الأفغانية إلى البلاد يرأسها النائب السياسي لرئيس الوزراء وتتضمن أيضا وزير الخارجية ووزارات أخرى أيضا كما تتضمن تلك اللجنة قادة ذو أهمية أيضا يعملون على توفير سبل العودة لكل من يريد أن يعود ويعيش في أفغانستان سواء كانوا قادة أم أناس عاديين فسوف نوفر لهم البيئة المناسبة ليأتوا أما المفاوضات بخصوص تشكيل حكومة جديدة أو منقشة هذه الأمور أو الاتفاقيات حول هذا الموضوع فلنرى داعا لها في الأوضاع الراهنة شكرا جزيلا سيد محمد يقوب على منحنا هذا الوقت شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة نلقاكم